مشاهدينة الساعة دلوقتي تسعة بتوقيت القاهرة معنا مع موجز الأهم الأنباء مع هيلة تفضل يا هيل شكرا منا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش وموجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر واليونان وأكد انحرص مصر على الاستمرار في دفع العلاقات إلى أفاق أرحب جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متسوتاكس وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء اليوناني أكد تطلع بلاده لمواصلة تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي مع الحرص على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات المتلاحقة بمنطقتين شرق المتوسط والشرق الأوسط شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الأزمات والحروب جاء ذلك خلال استقباله وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللي جانب الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتر توني إيرنست وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية العمل المكسف والمسؤول لتجنب عوامل تساع نطاق الصراعي في المنطقة لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين شن الطائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية كثيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأفاد شهود عيان باستشهاد 27 فلسطينيا على الأقل جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة كما استشداء أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات في غارة إسرائيلية جديدة على منزل بمعسكر دير البلح وسط القطاع وتجدد القصف المدفعي في محيط شركة الكهرباء شمال غارب النصيرات وسط القطاع مما أصفر عن وقع عدد من الشهداء والمصابين واصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة ففي بلدة طمون جنوب توباس بالتفة الغربية استشد شاب فلسطيني عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت عدة منازل واندلعت خلال ذلك مواجهات واشتباكات كما سمعت أصوات انفجارات قوية بشكل متكرر وفي مدينة بيت لحم ورام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الفلسطينيين بعد مداهمة عدد من المنازل قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن حركة حماس ما زالت تملك قدرات كبيرة داخل قطاع غزة ولا يمكن القضاء عليها وأكد كيربي خلال مؤتمر صحفي أن حماس ليست مجرد مجموعة متنوعة من المسلحين بل هي مجموعة منظمة مثل جيش مشيرا في الوقت نفسه إلا أن تقليص قدرة حماس على تنفيذ هجمات داخل إسرائيل هدف يمكن أن تحققه القوات الإسرائيلية أعلنت محكمة العدل الدولي أنها ستعقد جلسات علنية يومي 11 و12 من يناير الجاري في الدعوة التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا بحق إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأكدت محكمة العدل الدولية في بيان لها أن جنوب إفريقيا أكدت أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطيني غزة عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث السلم والأمن الدوليين في البحر الأحمر وخلال الجلسة حذر مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وأسيا والمحيط الهادئ من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري في البحر الأحمر وخطر تفاقم التوترات الإقليمية من جانبه أعلن ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن تهديد الملاحة وحريتها في البحر الأحمر هو تحدي عالمي وتطلب ردا عالميا وصل منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته على أستاذ مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي تنطلق يوم الثالث عشر من يناير الجاري في كودوفوار اجتمل الميران على العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية والتسديد على المرمى تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير ومصر بعد الفاصل